نظام حديث بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيقه منذ العام الماضي مواكبة لعملية التطور واستراتيجية الدولة في تطبيق التحول الرقمية نظام تقديم الإقرارات الضريبية والسداد إلكترونيا والذي أصبح هذا العام نظاما إجباريا للشركات لا تبارية النهاردة التعامل مع المصلحة أو مع المأمورية بيبقى من خلال الشبكة حتى الدفع فده بيسهل كتير جدا عم يمول لأنه ممكن من خلال مكتبه بيعمل الإقرار الدفع الإلكتروني ممكن يروح في أي بنك يدفعه يبقى التعامل بقى أسهل كتير جدا موضوع الضغط والتزاحم اللي ممكن يبقى على المصلحة أو على المأمورية في الموسم ده ممكن هلقى الدنيا بقى تخفض أكتر من كده كتير أو إن شاء الله العامل لما بيجي يقدم بيعمل باسورد ليه وبيدخل على البوابة الإلكترونية بيسجل بياناته بيسجل إكراره حيات بسيطة يعني وإحنا بنساعده لو في أي حاجة بتوقف قدامه بيجي بيجي لنا وإحنا بنساعده التطور الذي أحدثه النظام الإلكتروني في منظومة العمل الضريبي لم يكن أثره واضحا على مأموريات الضرائب وحدها وإنما وفر مجهودا وأسهم في تقليل العبء على الممولين من الشركات الاعتبارية من خلال خطوات بسيطة تتبعها الشركات إلكترونيا لتقديم إقراراتها وسداد مستحقاتها النظام الإلكتروني مفاعل من السنة اللي فاتت بس هو كان اختيري السنة دي بقى إكباري على الشركات الاعتبارية وده بيبقى نهايته 30-4 واختياري للأفراد ده بيبقى لحد 31-3 السدادة الإلكتروني وتسجيل الشركات الاعتبارية في نظام الإلكتروني هو بصراحة وفر كتير وفر أولا بالنسبة لطباعة الإلكترارات سهل علينا كتير أننا قدر وانا من مكاني من مكتبي بقدم الإكرار الضريبي للشركات أولا فيه سرية في عملية اليوزر نيم والباسورد بالنسبة للممول والنسبة للمحاسب القانوني بيبقى فيه شفافية فيه دلوقتي فيه كمان رقابة إلكترونية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للحكومة والخاصة من مصلحة الضرائب أن الفرد بيقدم الإكرارات الضريبية بتاعته عن طريق الموقع الإلكتروني بتاع مصلحة الضرائب فدي بتسهل كتير بدل ما هاجه كم ورق وكم مشاوير وحاجات من دي مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي من خلال التركيز على حل المشكلات التي تواجه الممولين بما يسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية وتطوير العمل الضريبي هي رؤية تضعها مصلحة الضرائب المصرية نصب أعينها لتأتي المنظومة الجديدة كأحد أهم عناصر تحقيق هذه الرؤية